محسن الحكيم أقنعه أيضاً أقنعه من أقنعه أن يصدر فتوى في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة وطلب من محمد باقر الصدر مثلما طلب من ولديه مهدي ومحمد باقر أن يخرج من حزب الدعوة فهما من المؤسسين طلب من محمد باقر الصدر أن يخرج من حزب الدعوة فخرج ظاهراً وبقي على ارتباطه بالحزب خرج ظاهراً إنه يضحك على محسن الحكيم القضية قضية الكذبة البيضاء ليست خاصة بطالب الرفاعي هذا منهج في حوزة النجاف هذا منهج في حوزة النجاف وهذا منهج عند محمد باقر الصدر وعند حزب الدعوة إنه منهج حسن البنى ومنهج سيد قط ألا لعنة الله على حسن البنى وسيد قط ألا لعنة الله عليهما في كل صباح ومساء بسبب هذين اللعنين سفكت دماء الشيعة في العراق لأن محمد باقر الصدر أسس حزباً وفقاً لهذين اللعنين ألا لعنة الله عليهم ولازال حزب الدعوة متمسكاً بفكر هذين اللعنين إلى هذه اللحظة لأنهم لا يملكون فكراً غير فكر هذين اللعنين هذا هو واقع الأحزاب الشيعية الدينية السياسية من هنا جاء ضلالهم من هنا جاء فسادهم من هنا جاءت مصائبهم هكذا يقول عبدالصاحب تخيل من أن محمد باقر الصدر خرج من الحزب ظاهراً مثل ما يقول طالب الرفاعي تكتوك خرج بهذه الطريقة عبدالصاحب تخيل هو الذي كان يوجه محمد باقر الصدر تنظيمية بالضبط مثل ما كان كاظم الحائري فقيهاً لحزب الدعوة وضعوا له مسؤولاً تنظيمياً ليس معمماً بقصد بقصد عبدالصاحب تخيل الرجل كان تاجر حبوب كان رجلاً مدنياً كان تاجر حبوب في النجا هو الذي كان يشرف على محمد باقر الصدر ويوجهه تنظيمياً عودوا إلى مذكرات علي الكوراني هناك مذكرات طبعت وانتشرت وهناك مذكرات طبعت لكنها لم تنشر على نطاق واسع نشرت على نطاق ضيق لكنه تحدث عن هذا الموضوع في مذكراته عن علاقته بحزب الدعوة و عن علاقته بعبدالصاحب تخيل في مذكراته التي طبعت ونشرت وكيف أن عبدالصاحب تخيل كان مسموع الكلمة عند محمد باقر الصدر وكان هو الذي يوجه محمد باقر الصدر مثل ما كان طالب الرفاع أيضاً يوجهه هذه مشكلة المراجع مشكلة المراجع هناك من يوجههم هذا الموضوع موضوع بحاجة إلى تفكيك وفتح وتشقيق وتفصيل هذه حكاية كل مراجع الشيعة الكثير من الأمور الكبيرة التي ورط مراجع الشيعة الشيعة فيها من خلال هذا الطريق يأتي شخص وينقل كلاماً للمرجع والمرجع الأثول الغبي الحظ من دون بصيرة من دون تسديد من دون علاقة بإمام زمانه يتبنى كلام ذلك الناقل ويصدر أمراً ويصدر فتوان ويتبنى مشروعاً ومن نائجة طاحت حظ الشيعة ليس بخصوص مرجع واحد على طول تعريخ المراجع طاحت حظ الشيعة من نائجة مراجع ثولان لا عندهم بصيرة لا عندهم علاقة بالإمام الحجة لا عندهم ثقافة موسوعية ليس عندهم من تواصل مع العالم الخارجي يعيشون في جحورهم في النجف وفي كربلاء ويأتيهم أشخاص يقولون لهم ما يقولون يرتبون الآثار عليها هذه فتوى الجهاد الكفائي اللي خاصين نبيعه كل ما جابوا السيستاني ما عنده شغلة بها خير رجعوا على الجهاد الكفائي الجهاد الكفائي لا يحتاج إلى فتوى ثولان أغبية الجهاد الكفائي الدفاعي لا يحتاج إلى فتوى هذا أمر يشخصه المسلم بنفسه فهذه الفتوى ليست تأسيسية هذه الفتوى فتوى كاشفة لواقع موجود الواقع هو الذي يصدر فتوى الجهاد الدفاعي الكفائي الواقع يصدر الفتوى وليس المرجع المرجع القائد يصدر فتوى تأسيسية يكتشف أمرا خفيا في الواقع لا أن الواقع يصرح بنفسه عن أسراره والناس جميعا عرفت ذلك الوقوف بوجه الداعشيين ما هو بسر اكتشفه لنا السيستاني ومع كل ذلك ففتوى الجهاد الكفائي لم تكن من السيستاني صدرت باسمه هذه الفتوى خلفها قاسم سليماني لو لا مجيء قاسم سليماني إلى السيستاني ولولا اقناعه من أن الداعشيين سيدخلون عليه ويقتلونه لما صدرت تلك الفتوى فقبل سليماني ذهب من ذهب إلى السيستاني ومن جملتهم مرتضاء القزويني ذهب يطالب بإصدار فتوى لكنهم طردوه طردوه لم يستجيبوا له وقالوا له من أن السيستاني لا يتدخل في هذا الموضوع حينما جاء سليماني وكان يمتلك أسلوبا ذكيا في الإقناع أقنعه وسليماني يتحدث باسم الخامنئ لا باسمه فأقنعه أن يصدر الفتوى ولو كان مقتنعا تماما الاقتناع لكتب نصا فتوائيا لكنه أوعز إلى عبد المهد الكربلاء أن يطلق الفتوى بلسانه بلسان عبد المهد الكربلاء لو كان مقتنعا اقتناعا كاملا لأصدر فتوى مكتوبة في حينها لم يصدر في حينها في تلك اللحظة فتوى مكتوبة مضحوك علينا مضحكة نحن مسخرة نحن هذا هو الواقع الشيعي هؤلاء يعبثون بنا يلعبون بنا رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه طالب الرفاعي عن تكتيك محمد باقر الصدر لذلك طلب السيد محسن الحكيم عرف سيد محسن فطلب من أولاده أن يعتزل يعني سيد باقر أيضا كان يحضر ويانا في الجلسات بحكم تلمذت على سيد باقر الصدر وحكم الأخوة بينه وبين سيد مهدي والصداقة بينه وبينه يعني فكنا احنا الاربع طلب سيد محسن الحكيم طلب من أولاده أن ينسحبون من الحزب وطلب من سيد باقر أن يعتزل أيضا أن يعتزل سيد باقر اعتزل لكن بقى عدا تواصلوا يا الحزب اعتزل صورة ولكن قلبا وقالبا كان مع الفكر كما يقول المرحوم أبو حصام عبد الصاحب تخيل كان يصرح يقوله سيد باقر تكتيك تكتيك يعني بالواجهة هو معتزل إرضاء لرغبة مرجعية مرجعية سيد محسن الحكيم وأنا أيد هذا الشيء تكتيك كان يضحك على نائبي صاحب الزمان كما هم يقولون هؤلاء نواب الشيطان نائب صاحب الزمان محمد باقر الصدق يتكتك ويضحك على نائبي صاحب الزمان محسن الحكيم وواحد يتكتك للثاني وواحد يتشذب على الثاني تشذب أبيض ومخلصينها كلاوات وطاحتها وطاحت الحظة الشبيرة وطيح بروسنا بروس عامة الشيعة هذا هو الواقع الذي يجري في كواليسي مرجعية النجف وكربلاء بعد ذلك محمد باقر الصدق هو خرج من الحزم مقتنعا بعد أن دخل في نقاش مع الخوئي في مسألة الشورى وصار في شك من أمره هذا يعني أنه هو قد اجتهد وأخطأ منذ البداية وليس في النهاية يبدو أنه على طول الخط هو يشتهد ويخطأ يشتهد ويخطأ فخرج من الحزم لأنه لم يقتنع أن تأسيس دولة إسلامية زمان الغيبة الكبرى يكون مبنيا على مبدأ الشورى مبدأ الشورى ليس موجودا في فقه العطرة فبقي في حيرة من أمره إلى أن طرح الخميني موضوع ولاية الفقيه فاقتنع بطرح الخميني في الحقيقة بخر الصدر كان مقلدا للخميني في هذه المسألة وهذا الموضوع له حكاية مفاصلة الوقت لا يكفي كي أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة بعد اقتناعه بولاية الفقيه أصدر فتوى تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة على طلاب الحوزة في النجف وهو رتب السؤال لأن الذي سأله من أبناء عمومته الذي سأله إحسين هذا الصدر رجاء أن اعرضوا لنا صورة إحسين هذا الصدر هذا هو إحسين هذا الصدر لا زال حيا لا زال على قيد الحياة رجاء أن اعرضوا لنا الصورة الثانية هذه صورة ثانية لإحسين الصدر كان يعيش هنا في لندن وبعد ذلك انتقل إلى بغداد هو خال عمار الحكيم والدة عمار الحكيم شقيقة إحسين الصدر إحسين الصدر هو الذي وجه سؤالا إلى محمد باقر الصدر ما هو رأي سماحتكم في موقف الحوزة العلمية اتجاه الأحزاب السياسية الدينية كحزب الدعوة وغيره فهل يجوز الانتماء إليها أو لا أفتونا معجورين السيد حسين السيد محمد هادي الصدر هو هذا الذي خرجت صورته رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال والجواب هذا هو السؤال والجواب في نسخته الأصلية بخط اليد واعرضوا لنا واعرضوا لنا صورة السؤال والجواب بالحروف المطبوعة وهذا هو السؤال والجواب بالحروف المطبوعة واعرضوا لنا الصورتين معا في لوحة واحدة بخط اليد بخط اليد وبجانبها صورة للنسخة المطبوعة حروفيا سأقرأ السؤال والجواب السؤال من حسين الصدر ما هو رأي سماحتكم في موقف الحوزة العلمية اتجاه الأحزاب السياسية الدينية كحزب الدعوة وغيره فهل يجوز الانتماء اليها او لا افتونا مأجورين فاجاب محمد باقر الصدر بسم الله الرحمن الرحيم لا يجوز ذلك لا يجوز لطلاب الحوزة ان ينتموا الى حزب الدعوة لا يجوز ذلك لاننا لا نسمح بشيء من هذا القبيل وقد ذكرنا رأينا هذا مرارا اذ اوضحنا ان طالب العلم الديني وظيفته ان يعظ ويرشد ويعلم الاحكام الشرعية بالطريقة الواضحة المألوفة بين العلماء ومن الله نستمد الاعتصام وهو ولي التوفيق عشر شعبان 1394 هجري قمري محمد باقر الصدر انا لا اريد ان ادخل في الاكاذيب التي ترتبط بهذا الموضوع من انه اصدر هذه الفتوى على اساس ان الملاكة في الجعل وهذه مسألة اصولية لا اريد ان اخوض فيها الان لقد تحدثت عن هذه المطالب في برامج السابقة انما اردت ان اعرض لكم عرضا اجماليا عن واقع مرجعية محمد باقر الصدر كي تعرف هل هذه مرجعية يوثق بها هل هذه مرجعية تنوب عن صاحب الزمان هذا عفث ولعب وصبيانية اذا كانت مرجعية الخوئ مرجعية اجرامية وكانت مرجعية كلبية للسلاطين وكانت مرجعية الحكيم مرجعية طاغوتية مرجعية ولذا ولذا هذا النفس الطاغوتي موجود عند الحكيميين وهذا الامر يعرفه النجفيون هذا النفس الطاغوتي عند الحكيميين مرده الى طاغوتية مرجعية محسن الحكيم التي ارتبطت بالطواغيت ارتبطت بالشاه مرجعية محسن الحكيم تقومت تقوما كاملا بالعلاقة مع الشاه وحقائب الاموال التي كانت تصل من الشاه لان الشاه اعلن رسميا بعد موت البرجردي الذي كان يقلده اعلن رسميا من انه يقلد محسن الحكيم وانما اعلن ذلك واعلن تقليده لمرجع في النجف نكاية بالمراجع في قوم لان موقفهم لم يكن ايجابيا الى حد كبير مع الشاه بعد موت البرجردي ولكنه بعد ذلك تحسنت علاقته بهم خصوصا بعد ان وقع الطلاق فيما بين الخميني وبين مراجع قوم وقع طلاق بائن فيما بينه فصار عدو الشاه في قوم الخميني فقط بقية المراجع تحسنت علاقتهم بالشاه ولذا بعد موت محسن الحكيم قلد الشاه مرجعا في قوم كاظم شريعة مداري الشاه حينما يقلد مرجعا يخمس عنده سنويا فماذا يبعث للمرجع من اخماس انها حقائب السفر حقائب السفر كثيرة تكون مشحونة بالاموال هذا هو السر طاغوتية مرجعية محسن الحكيم حينما حددتكم عن محسن الحكيم بدأت بأي شيء بدأت بفيديو يتحدث فيه باقر الحكيم عن فقرهم في بداية امرهم في بداية مرجعية ابيهم واذا تتذكرون قلت اني لا اقول شيئا وانما اوجه سؤالا الى باقر الحكيم فكيف اصبحتم اباطرة اصبحوا اباطرة من هنا صدقوني عندي من المعلومات اطنان اطنان اولا لا اجد وقتا لطرحها وثانيا اكثرها لا امتلك وثائق حسية بخصوصها وانا اتخذت اسلوبا في برامج واحاديثي ان اعتمد الوثائق الحسية فقط لماذا قلت لكم انا شخص بمفردي حتى لو تكلمت الصدق فان صدقي سيضيع سيضيع مع اكاذيب هؤلاء هؤلاء وحوش في الكذب اتحدث عن مراجع النجف وكربلا هؤلاء وحوش في الكذب انا لا اتحدث عن الحواش اتحدث عن المراجع انفسهم الحواش لا قيمة لهم الكذب كل الكذب يصدر من المراجع انفسهم من الايات العظمى الحقارة كل الحقارة تصدر من المراجع أنفسهم الحواشي ظلموا الحواشي طايا حظهم وسرسرية وهتلية وساقطين وسفلة واجمعوا كل العبارات فهي قليلة بحقهم اجمعوا أسوأ الأنفاض والتعابر هي قليلة بحق أولاد المراجع وأصهارهم وأحفادهم وحواشيهم هؤلاء هم السفلة هم السرسرية لكنهم ظلموا ظلموا من أن الذين يتحدثون عن فساد المرجعية يرجعون الفساد إلى الحاشية والأولاد المرجع هو الفاسد وسبب فساد الحاشية أن المرجع فاسد فيختار الفاسدين لحاشيته من الذي يختار الحاشية للمرجع؟ هو يختار الحاشية فيختار الفاسدين ويختار الساقطين ويبعد الخيرين وإذا ما أراد أحد الحاشية أن يكون خيراً يبعدونه المرجع يطرده هذا الأمر ليس خاصاً بالسيستاني مثلاً فقط هذا حال مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي قلت لكم عندي أطنان وأطنان من المعلومات من الماضي ومن الحاضر من الماضي البعيد ومن الماضي القريب كثير منها لا أملك عليه الوثائق صدقي لا يعينني أن أتكلم الصدق هؤلاء كذابون يغرقونني بأكاذيبه هتليّة ذولة هتليّة أنا أعرفهم هتليّة سرسرية أتحدث عن المراجع لا عن الحواشي من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل إلى المرجع القندرة الأسفل هتليّة ذولة سرسرية أنا أعرفهم سيغرقونني بطوفان من الأكاذيب لكنني أضرب أفواههم بهذه الأدلة لا يستطيعون أن يواجهوا الأدلة هذه أنا أعرف ماذا يجري في النجاف خصوصا منذ أن بدأت هذه الحلقات أتحدث عن هذه الحلقات ويسألون عن الطفوف وأسرارها أنا أعرف ماذا يجري في النجاف كل التفاصيل تصلني أعلم ماذا يجري وأعلم ماذا أصدر من أمر يوم أمس محمد رضا السيستاني سأحدثكم عنه فيما بعد إلى مسؤولي الأمن في الحشد المرجعي إنني على علم بمجريات الأمور هناك سأحدثكم سأحدثكم عما أصدره من أمر هذا محمد رضا السيستاني لكن ليس في هذه الحلقة ربما في حلقة يوم غد بعدها بحسب تسلسل الكلام وتفريعه خلاصة الكلام صدرت الفتوى من محمد باقر الصدر بتحريم الانتماء إلى حزب الدعوة ووزعت في المساجد والحسينيات وفي المزارات وزعها المتدينون والبعثيون على حد سوا نذهب إلى فاصل